اما ما يتعلق بصفة الاقتصال الاقتصال على صفتين الصفة الاولى تسمى صفة اجزاء يعني اذا اقتسل على هذه الصفة فهي مجزاء ويخرج منها على الصلاة مباشرة يعني اذا كان يدر ويشرح اذا كان olvidحت فحث كما انه يصل على صفة الاكاء وكل مش release ثوم يسمى يقول بسم الله ويعمم جميع الداعب entre ما وما تحت الشعور المخفيفة والكثيفة ثم يجب على الأسفل على الوضع ثم يجب على الأسفل على الأسفل على الوضع مع الضمضة والإستنشاء وعبه في قلبي قلبي يسمي يقول بسم الله يقوم بسم الله يسمى الوضع البدن بالماء و ما تحت الشعور الخفيفة والكثيفة إختصار بأسقال 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 يراهر اء المتطرين ربما يستطرون البعض نعم ماهما هو أخرى وهو أقتسال النبي صلى الله عليه وسلم يقصر الفرجين القبل والدبور ثم بعد هذا ينوي بقلبي ثم بعد هذا ينوي بقلبي يسمي بسم الله يقصر الكفين ثم اكتماعي وستنشق استنصر اغز وبرنه يحرر ثم اغزان برنه يحرر يقصر الواجه ثم اليد اليمنى ثم اليد اليسرى ثم يغسل الرأس يروي بالماء مع الأذنين ثم يغسل الشقة الأيمن كاملا ثم الشقة الأيسر كاملا ثم يغسل الرجل اليمنى ثم اليسرى ثم اغزاني ساقacji يروي بالماء et耳 عيلي ثم يغسل عيلي ثم يغسل الفرجين أهلا 오케이 وطنقر عيلي ينوي بقلبي هل ينوي بث قلبي قلبي ثم يقسل الرأس روي بالماء مع الأذنين ثم الشقة الأيمن كاملا ثم الشقة الأيسر كاملا ثم يقسل الرجل اليمنى ثم اليسرى وبهذا استطيع أخرج وأصلي والله أعلم وصلى الله عن نبيه محمد وعليه وصحبه وسلم